موسيقى يا شعبا لهبك ثوريتك تلقى مرادك وتلقى الفينيتك أهلا ومرحبا بكم متابعي سودانية 24 في كل مكان كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم وتصوم وتفطروا على خير مرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من حلقات برنامج أجندة سودانية الذي نود أن نناقش في هذه الحلقة نماذج من الثورات التي قامت في السودان انطلاقا من ثورة 19 ديسمبر أو ثورة أبريل هذه الثورة المجيدة النظر في الثورات السابقة يعطينا قدرة على أن ننظر في اللحظة التاريخية والثورة الحاضرة لتصحيح المسارات والنظر بوعي لتعطي ثمارا جيدا ونتجاوز الأخطاء التي وقعنا فيها في الماضي رحبوا معي داخل السوديو بالأستاذ حاتم إلياس المحامي والناشط في حقوق الإنسان مرحبا بك أستاذ حاتم أهلا بك ومرحبوا معي أيضا بالأستاذ محمد ياسين النجومي باحث في تاريخ السياسة سودانية وحقوق الإنسان مرحبا بك أستاذ النجومي أهلا مرحبا بك وأيضا رحبوا معي بالأستاذ تيسير النوراني الباحثة الاجتماعية مرحبا بك أستاذ تيسير أهلا وسهلا مرحبا بك وشكرا على افتضافه ابتداء أستاذ حاتم يعني بطبيعة الحال من الضروري أن ننظر في التاريخ لنتجاوز بطبيعة الحال يعني أخطاء الحاضر أخطاء التي يمكن أن نقع فيها قامت في السودان ثورات سابقة عدت بأنها ثورات فريدة هذه الثورة أيضا لها فرادتها ما هي جوانب الفرادة في الماضي وجوانب الفرادة في الحاضر هذا زعم وذلك زعمنا أيضا فمن أوجه الفرادة يمكن أن نحدد المسارات التي مضت فيها هذه الثورات من خلال مقياس المآلات التي وصلت إليها لتحديد مسار الحاضر أول حاجة شكرا شكرا جزيلا للإستضافة هي كل الصورات التي حدثت في السودان في إكتوبر في أبريل وحتى تلك الصورات يعني الصورات القديمة سواء كانت الصورة المهدية أو الصورات الداخل الحقبة الاستعمارية من ود حبوبة إلا الصورات الأخرى إلا الصورة 24 هي كلها تعتبر تراكم ورصيد في التجربة التاريخية للشعب السوداني لكن القطع هنا والمفارق ويعتبر نوع جديد من الصورات ليس منوع جديد من الصورات باعتبار أنه تعريف جديد للصورات نعم أنه نحن حاليا بالمناسبة للصورة حاليا فعل مستمر نحن لم نتكلم عن أمر أنجز بإسهاب الرئيس السابق وبإسهاب المؤتمر الوطني وبالإجراءات الإدارية أو الإجراءات والمراسم التي قام بها المجلس الانتقالي لكن الفرق بينما هو الإضافة للرصيد الصورات السابقة هو نحن الآن قدام صورة بتتناول بشكل مباشر وبتمشي باتجاه المفاهيم والقيمة السياسية يعني فيها مساءلة لكل التاريخ بتلغي السيء فيه وبتحاول تحافظ على الإيجاب فيه الفرق الآخر هو أنه الأنظمة القديمة هي ما صعدت من حدة خطابة الأيدولوجي زي ما كانت الإنغاز الإنغاز تغريبا كان نظام اشتط جدا في تصعيد الخطابة الأيدولوجي البناوا على حسب ما قدموهم بناوا على خطابة الإسلام السياسي وبالتالي كانت تردت الفعل المضادة للثورة السودانية وكأنها يعني هي صورة ضد الخطاب الخطاب الإسلاموي مش خطاب الإسلام في عديزات وهذه مظاهرة تجلت فيه أشياء كثيرة جدا حتى هي البعض يفتكرون أن الصورة السودانية هي استعادة لنمط التدين السوداني للدين كما عرفه السودانيين ستة شهور من التظاهر كانت مهمة جدا لكأن الصورة السودانية طيلت هذه الفترة شايلة مكشاشة كل مرة تمسح في حتة يعني تمسح في حتة اللي هي باعتبار نظافة لحاجة أنا بتكلم عن حاجة لا هي نظافة للقيم السابقة نظافة لما تراكم من ما كرسته الإنغاز من تباينات عرقية من تباينات ثقافية من تفكير من محاولة بتاعة تكريس أشياء كثيرة يعني كانت هي حقيقة مضادة للحياة السودانية نعم فالصورة حقيقة الصورة الحالية في السودان يعني باختصار هي كأنها استعادة لحياة السودانيين يعني حياتهم ببساطة لأنه الإنغاز كان نظام مضاد بشكل فادح لكل ما هو حي يعني حتى كأنها يعني فرضت نمط اكتئابي على الحياة بشكل عام يعني نمط اكتئابي وشوف من سزاجته لكأنه خطاب الإسلام السياسي ولكأنه خطاب الدين هو خطاب قائم على نفي الفرح قائم على نفي الاتساق بين الإنسان ونفسه قائم على نفيه كل ما هو جميل نحن نجي لدور الخطاب الأيدولوجي نفسه وفي أن يكون عقبة في مسار التحول الديمقراطي وقدر شنو المظاهر الآن يعني في نسبة مظاهر الصراع الأيدولوجي قاعدة تأثير كيف في الواقع السادة النجومي سنعود لهذه النتوة السادة النجومي السادة النجومي يعني واحدة من الحياة المهمة هي فكرة التراكم نحن قاعدين نمسح قال في أخطاء يعني تراكمت على ما يبدو تاريخيا لكن يعتقد البعض أنه واحدة من المشاكل السياسة السودانية مما بعد الاستعمار هو مسألة التراكم هذه ليس هناك تراكم بمعنى أن هناك ترحيل للمشاكل من جيل إلى جيل بمعنى ليس هناك مسائل تم حسمها في الثورتين السابقتين يعني الأخطاء التي وقعنا فيها سابقا وأدت إلى ترحيل المشاكل واضطرنا إلى أن مرة أخرى نقع انقلاب تلو انقلاب فشل الديمقراطيات المتتالية نشكر عن تأسر 24 على الاستطافة ونهني الشعب السوداني بحلول شهر مولاني السريم وبانتصار صورته الظافرة المجيدة التي تبحث عن الحرية والعدالة والمساواة في الحقيقة هذه نقطة جوهرية يعني ذات سمة بارزة وثمة واضحة في التاريخ السوداني كدولة نامية دولة ما زالت تبحث عن بناء المؤسسات دولة ضعيفة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لذلك لا بد أن نبحث عن تاريخنا السياسي والاجتماعي نعم النظام السياسي الإسلامي المخلوع طيلة سلاسين عاما كانت له أسباب جوهرية في تفاغم الأوضاع السياسية والاقتصادية وتأزمها في البلاد وهذا يبدو واضحا من خلال ممارساته الاقتصادية والحصار الدولي والعالمي الذي وقع على البلاد والذي أدى إلى مزيد من سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وسياسية بسبب أيدولوجيته المعروفة ولكن نكون مخطئين كثيرا إذا قلنا أنه خارج نطاق التاريخ السياسي والاجتماعي السودان للسودان في الحقيقة هذه السورة نستطيع أن نقول أنها فعلا تراكم لأخطاء كبيرة لنظم السياسية منذ الاستغلال التي ارتكبتها الأحزاب السياسية عامة ونستطيع أن نلقصها عدم غدرتها على بناء دولة المؤسسات عدم غدرت بناء الأحزاب السياسية وأنظمتها السياسية لبناء نظام اقتصادي غوي راخص يمكن للرفاهة الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ويعزز من دولة الحكم الراشد وحكم الغانون وحقوق الإنسان العالمية فشلت جميع هذه الأنظمة في بناء دولة مدنية دوموراتية غوية وراسخة وكان هذا على مر التاريخ للدولة السودانية حتى عام 1889 انقلاب النظام الإسلامي المخلوق ولكنه لم يستطيع أن يستدرك هذه المشاكل ولم يستطيع أن يمكن لنفسه أرضية غوية وفقاً لصغافة الشعب السوداني وفقاً لأيدولوجية إسلامية وعقيدة راسخة لبناء دولة المؤسسات والحكم الراشد وبالعكس هو استطاع أن يوجج أن يوجج الاختلافات العرقية والثغافية وأجج مزيد من الأوضاع الاقتصادية الاقتصادية الفقر والبطالة وسوء الأحوال المعيشية بالبلاد بسبب قدرته لترسيخ رؤية اقتصادية غوية وصحيحة تمكن الرفاه الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الرغع الجغرافية وبسبب تمكينه لبيئة اقتصادية طفيلية استطاعت أن تنخر في الدولة الهشة التي لم تستطيع أن تغف على رجلها بعد نحن نتمنى أن تكون هذه الثورة جزء من تصحيح هذا المسار سنرجع لك ثانيا في هذه المسائل كيف يمكن لهذه الثورة أن تتجاوز هذه الأخطاء هذه الأخطاء وقعت في الماضي هل سمت سبل لتجاوزها لكن دعنا أسأل الأستاذة تيسير هناك أسباب لتراكم الأخطاء على المستوى التاريخي جزء منها سياسي وجزء منها اجتماعي تراكم هذا الفشل في بناء وعي ديمقراطي في بناء الديمقراطية في بناء وعي اجتماعي ديمقراطي يقف حاجزا أمام محاولات تقويضة ديمقراطية يعني على المستوى الاجتماعي ما الأسباب التي جعلت المجتمع قابل كل مرة للوقوع ضحية للاستبداد شكرا جزيلا للفرصة وقبل ما أناغش السؤال هذا أريد أن أتكلم كلام أساسي جدا في أنه التشابه بين الثورات الثلاثة التي تكلمنا عنها عن تجربة أكتوبر عن تجربة أبريل 85 عن تجربة ثورة ديسمبر المجيدة وليه في تشابه وليه في مخاوف من عدم استمراريتها وليه البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عندها آثار مباشرة في إمكانية استمرار الثورة ونجاحها ووصولها لغايات المختلفة أنا أعتقد أنه في تشابه كبير جدا بين الثورات الثلاثة لأنه هي قامت بإرادة الشعب تشابه الأولى الرئيسي لأنه قام بها الشعب السوداني مع أغواه الحية من أحزاب ونغابات وفئات وطالبات وطلاب وشباب وشابات ونساء ورجال كل القوى الحية دي بالتراكم المعرفي والحيوي واحتماله وقدرته على الصبر على كل الصراع السياسي في الفترات السابقة خلق مكوين الآن نحن بنتكلم عنه نعم دبرة جعنا لأنه قبل ما نقول كلامنا ده كله أسمح لي يعني وبعتذر فيه أنه نحن مفروض نحيي شهداء حركة ديسمبر المجيدة وأسرهم وبنقول لهم رمضان كريم وأنه يعني على العهد باقين في دماؤهم الأمث ارتقى الشهيد رغم واحده تزعين في الثورة فهم دي دماء عظيمة جدا وعزيزة جدا على النار وبنأكد أن كل القوى الحية في السودان باقي على العهد من أجل هؤلاء الشهداء نعم رحمهم الله ونتمنى أيضا أن يعني ينعم أهلهم برؤية يعني من تسببوا في إراق دمائهم يعني أن تطالهم العدالة بيبقى السؤال المهم جدا ليه الاستمرارية بتاعت الثورات دي هشة أو زي ما سمى أنه الدولة المدنية الموجودة في السودان دولة الأسسة القامت عليها ما كانت قوية بمستوي لأنه حصل لها التبدلات طيلة الحقبة السابقة أو الفترات السابقة لو جينا نحن تكلمنا عن تجربة أكتوبر واستمراريتها أيضا البيئة السياسية اللي توجدت فيها في اللحظة نوع الحكم الكام موجود المرونة والطريقة في إدارة حتى الدكتاتوريات مختلفة تماما من الواقع المر علينا الآن في الثلاثين عام أنا بعتقد أنه تجربة ديسمبر المجيدة هي تجربة جات في ذخم سياسي اقتصادي اجتماعي منهار تماما في واقع تلاتين عام قوة متحكمة في الواقع السوداني ده في مفاصل المختلفة بعقلية عقائدية حزبية حددت شكل التصور للدولة حسب مفاهيم العقائدية ووقعت على العباء على الشعب السوداني كله هل هم نجحوا فيه مشروعهم؟ أنا بعتقد بالنتيجة لا لكن دفع تمنوا الواقع والاستقرار والاستمرار بتاع دولة السودان بمفاصيل مختلفة بمرورا بالصراعات الحصلت فيها الأدت للانفصال الأدت للحروبات المتعددة الأدت للوضع الاقتصادي اللي انهار تماما في الفترة دي هم الأسباب دي كلها بتخلينا نحدد أجندتنا الحقيقية اللي بنتكلم عنها كيف نقدر نحدد إننا نحيل الواقع اللي نحن عايشين فيه والآن بالناحية اجتماعية ولا من ناحية سياسية ولا من ناحية ثقافية أكيد فيه أسس وفيه إطارات توضعت في ثورة ديسمبر المجيدة فيها تصورات لحل الواقع السوداني ده إذا كان مثاق الحرية والتغيير والأهداف اللي فيه التسعة الموجودة إذا كان الالتزام الحزبي والالتزام المهني الموجود في تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير وسعيهم لخلق حلول حقيقية للواقع برغم الصعوبة الممكن تواجههم لأن المسألة أكبر من إمكانيات يعني الفشل أكبر من إمكانيات الحلول إلا بتضافر وإيمان الشعب والجماهير نعم لكن على المستوى هذا الفشل المتراكم المستويات التي ساهمت في استمرار هذا الفشل يعني أستاذ حاتيم المستوى السياسي الأحزاب السياسية من جهة التي تصدرت المشهد ما بعد الاستعمار كذلك طبيعة المجتمع الذي نشأت فيه هذه الأحزاب الأسس الراسخة التي تحدثت عنها الأستاذة يسير والأسس الراسخة للدولة الحديثة التي تحدث عنها الأستاذ النجومي لماذا تعذرت ولماذا حدث هناك تعثر في قيام هذه الأسس هذه الأسس من ضمنها الصراع الأحزاب طبيعة المجتمع ماذا؟ هي هذه تغريبا هي هذه منشكلة كل دول الجنوبة ما تسمى بدول العالم الثالثة اللي هي الدول التي نشأت بعد الاستعمار والإشكال هنا إشكال بنيو يعني إشكال بنيو في النمط التابع للنمط التابع يعني إعادة إنتاج التخلف داخل هذه الدول باستمرار والتخلف الاقتصادي التخلف السياسي خل في إشكال بتاع أنه تطورها وإنعتاقة باتجاه فضاءات سياسية وفضاءات مدنية ممكن تتحليها التطور الصحيح صعب جدا والمزألة زي ما قلت لك هنا هي بتتعلق بأنه أصلا أول ما مرقت الدول دي على يد القابلة الاستعمارية دي مرقوها كده وسموها دولة يعني ولدت بفشلة فشلة في إشنو؟ فشلة في إنها دائرة يعني تتابع النمط الاقتصادي الخطلية الاستعمار الطريق بتاع التفكير السياسي الخطلية الاستعمار كله دا هي كانت دائرة تتابع الحزوي بالحزوي فكان بتفشل باستمرار لأنه سكفها بتاع التطور دا يعني كان محكوم ببنية بتاع التخلف تابعة للمركز دا ما بيسمح ليك المركز الرسمالي ولا بيسمح ليك المركز الاستعماري دا بإنك تختار طريق تالت غير الطريق الخاطئ لك والطريقة التالت دا دائما هو اللي بيفجر جواك الأزمات السياسية اللي حتى بيسقف ليك مستوى الوعي السياسي فبيبقى فيش كال في بتاع التطور دا ودي مش موضوع طويل جدا يعني الاستعمار لما نجد داخل السودان هو ما جاب ليك السكة حديد بس وجاب ليك التلغراف والإدارة الاستعمارية هو برضو جاب ليك الحزاب السياسية دي الحزاب السياسية دي ما ما طريقة وطرق من يعني كيف بالتالي تبكون عندك سؤال كيف عبر السودانيين يعني قبل كده عن نفسهم سياسية كيف عبر يعني كيف كان بعبر السودانيين عن نفسهم سياسية يعني بتلقي عندنا الطرقية اللي هي الطرق السياسية والصوفية دي صوفية نحن طبعا مفتقنا الطرق الصوفية دي شيخ وحيران وددك ودود لكن الطرق الصوفية دي هي برضو أشكال من أشكال التعبير السياسي وطورت مع المهدية حتى عمل السورة يعني عمل السورة لكن طبعاً تطوره كان محكوم برضو بظروف ما خلته ينفتح باتجاه لأنه طبعاً محكومة بالأدوات البسيطة بتاعاته في الوقت ذاك أنا عايز أقول لك شنو عشان نجل الكلام العادي نحن مثلاً بنتكلم بأنه الديمقراطية في سودان ما لقى فرصة يعني بنقول أنه فتراتها كانت محدودة طيبة الديمقراطية دي وسائل أو أدوات شنو لأن الناس اللي هي مادة في صوت طبعاً وصوت طيب سائل يعني صوت تقريباً سازج بتكلم لك الأحزاب 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 إنتي زاداً تعمل ديمقراطية أدواتك بتاعة ممارسة الديمقراطية دي هي الأحزاب يعني ما فيه في ديمقراطية من غير أحزاب فإشاعة الإشاعة مثلاً خطاب زي ده مضاد للأحزاب ده بالمناسبة قول عباسي ساي ويمكن يكون مقصود يعني لأنك كان لقدر تخذ البلد كلها في فراغ عظيم جداً جداً أمش من غير أحزاب أرجع ليك للنقطة نحن بنتكلم إن الديمقراطية ما لقيت فرصة اللحزاب كلها كان حزب اللومة كان الحزب الشيوعي كان الحزب البعثي كان كل الحزاب السودانية دي بمجرد ما دقت المزيقى طوالي مشت لأقصى نقطة اللي هي بتاعة حفظ الوجود بس ومشت يتحولت لأدوة يعني حركات بتاعة مغاومة مطاردة مغموعة بدريات كبيرة جداً جداً طيب يا أخي الديمقراطية دي لو كانت استمرت من ستة وخمسين ليلة زي ما الديمقراطية كان بإمكانة إنها تطور نفسها اللحزاب دي برضو كانت حتطور نفسها بالتطور بتاعة الديمقراطية كانت برضو عملت مؤتمراتها كانت قدرت حتى لو عندها نغد ذاتي انتغدته كانت أتاحت للحوار الجواء الطبيعي والديمقراطي في إنه يستمر لكن الأحزاب ذات نفسها الأحزاب نفسها برضو هي ذاتة يعني تعرضت للكثير يعني تعرضت للكثير جداً الأعاق طورة نعم هو جزء من يعني ما ستقوم به الثورة نفسها هو إصلاح العملية السياسية والعملية الحياة السياسية بصورة عامة إذا أحزاب أو حركات لكن أستاذ النجوم يعني هناك نقطة بدء نقطة البدء انطلاقاً من فكرة يعني هذه الأحزاب التي ولدت الاستعمار التي ارتبطت بأجندة ربما ورستة عن الاستعمار إذا في الاقتصاد يتافي خيره لكن هناك نقطة مفقودة هي نقطة التنظير بمعنى أن مع نهاية الاستعمار بدأ السير في الابتجاه الإجرائي على المستوى السياسي لم يكن هناك تنظير أو تجسير لهذه المفاهيم الواردة من الاستعمار على المستوى الاجتماعي السوداني أو على الحالة السودانية مضت في الإجراء بدون رؤى فكرية واضحة وراسخة نعم نعم صحيح يعني هذه هي سبب لانهيار واضح في منظومة الأحزاب السياسية السودانية بصورة عامة هي أحزاب حشة نستطيع أن نقول هي أحزاب بدائية نوعا ما تعاني من خلل في الفكر وفي الرؤية السياسية وفي الناحية التنظيمية وفي ارتباطها بالغواعد والجماهير وبالشعب بمختلف ثقافته وطيافه الاجتماعية والاقتصادية لم يكن لها الغدرة للالتحام بصورة غوية وفاعلة وواصلة جيدة بجميع طياف الشعب السوداني وتنظيماتهم وعراغهم وبيئاتهم الجغرافية المتعددة ولذلك يعني لم تطيع أن تبلغر وأن تصنع أفكار سياسية وأجمعيات مرتبطة بهذا الواقع الاجتماعي الراهن بذلك كانت ممارستها السياسية هي ممارسة نستطيع أن نقول أنها فوقية أو صدحية فقط ارتبطت بجهاز الدولة بجهاز الدولة وهذا أدى لخلل كبير وباين في جهاز الدولة نفسه لأنه غير مرتبط بالجماهير وبالشعب السوداني ولم تستطيع أيضا أن تؤسس به أجهزة ومؤسسات مدنية وأمنية غوية وبالتالي أيضا لم يكن لها الغدرة على صنع نمو اقتصادي أو تطور اقتصادي أو وضع سياسات وخطط مالية واقتصادية غوية تنفس عبر جهاز الدولة وخدمتها المدنية لذلك كان دائما ما يحدث احتغان سياسي واجتماعي غوي بعد مرور فترات غصيرة من سيطرتها على جهاز الدولة وهذا يحدث الغطيعة بين الدولة وبين الشعب بصورة عامة بسبب فشل هذه الأحزاب في تلبية رغبات الشعب السوداني في الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والتعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان تقوم الصورات وتندلع بصورة طبيعية لأنه منذ تاريخ البشرية في هذا الكون الإنسان لديه احتياجاته الأساسية عندما تفشل الدولة الحديثة من تلبيتها يحدث غطيعة بين ربما هناك بارقة جميلة أظهرتها هذه السورة وهي لأول مرة أن حزبا سياسيا يقع في خطأ وأحزاب سياسية تقع في أخطاء وتقديرات سياسية ثم تنزل بيان اعتزار هذه من الإشراقات بمعنى أن هناك أصبح على ما يبدو قوة للشارع يراغب بها حتى الأحزاب لكن هل أيضا هذا يعطينا بارقة أمل في أن تصلح هذه القوة الشعبية الآن الحياة السياسية على مستوى الحزبي يعني أن تراجح هذه الأحزاب نفسها وتصبح أحزاب قوية قبل ما نمشي من النقطة المهمة جدا لها أستاذ النجوم أنا أستكد أنه قام مغالي فيها جدا على الحزاب السياسية وبلا العكس حمل عب أكبر من تكوينه الحزب السياسي هو أداء لعمل سياسي معين هدفه يصل لسلطة إذا أنا خارج السلطة هأدير دولة كيف؟ إذا أنا معارض ومتابع ومسجون ومغموع ثلاثين سنة وقوات وقياداتي وناسي وكلهم في السجون هأدير دولة كيف؟ ليه أتحمل العب بتاع فشل الدولة الأحزاب السياسية؟ أي حزب سياسي عنده إطار نظري؟ بغض النظره كان صحيح أو لا؟ هذا موضوع حوار ثاني لكن أي حزب عنده إطار نظري؟ عنده تصوراته السياسية؟ عنده تصوراته الاقتصادية؟ عنده تصوراته الفكرية؟ عنده القدرة والفهم الكامل جدا لكيفية إدارة الدولة؟ وعندنا تجارب نحن ما منقدر يا جماعة نلغي تاريخنا بشبط قلم كذا كل السنين الفاتحة دي ونجي نقول والله الثورة دي هي حتصحح كل مسارات التراكم السابق التراكم السابق الإجابي فيه كبير جدا فيه على الأقل أحزاب استمرت ستين عام بكل القمع في ثلاثة مراحل مختلفة عسكرية واجهاتها من دقة المارشا الأول الناس بتكون تحت الأرض بتكون اعتغلت بتكون صدرت كل مؤسسات المالية والتنظيمية والحزبية وعدمه وكثير كثير من التفاصيل معروفة بالنسبة للناس ما محتاجة نغاش كيف حزب زي ذا بتجي إد تتحمله عبئي ثلاثين سنة هو كان تحت الأرض بالتأكد هو ما مسؤول مسؤول الحزب اللي استلم الدولة مسؤول الحزب العقائدي اللي اعتقد انه عشان تغير الشعب السوداني بجرد قلب مما يلبس شنو وياكل شنو لحدث ما ينوم مساء 11 لحدث ما يبيدوا الأغاني في التلفزيونات لحدث ما يمنعوا الأغنيات في الإذاعة ده الآن بتكلم عنه بأن يكون حزب أخطبوطي؟ هو طبعا ما اعتقد هو فعل ما اعتقد هو فعل واعتقد ثم فعل والخطورة إنه فعل ألغى كل المؤسسات بتاعت الدولة وجاب سياسة اسمها التمكين من سنوات طويلة جدا من الجيش لآخر مؤسسة في تغيير كبير جدا يعني إحنا لازم نشوف الحاجات دي بعين موضوعية نعم لازم نشوف إنه التغيير الحاصل الآن أنا بفتكر نحنا بشينا خطوة لكن قدامنا ألف خطوة عشان نصل للنتائجة الحقيقية للتغيير الحقيقي اللي بنلجأ له الفعل الحاصل ذاته ديسمبر ما جات من فراغ بالمناثرة ديسمبر تراكم لحركة 28 رمضان ديسمبر تراكم لـ 2013 ديسمبر تراكم لـ 2016 ديسمبر تراكم لاعتقالات الشباب المعتغلين في السجون في فترة من يوم 19 يوم 25 ديسمبر لحد ما طلعوا في 6 أبريل كانوا 2800 معتغل أعمارهم ما تراكم إلا القيادات الأساسية الأعمارة كبيرة عدد كبير من الشباب والشابات اعتقالات عنف مذهل عنف دولة كاملة مع مجموعة من الشباب ضرب موت طوارئ وما ذالوا صامدين يبقى في شنو في وعي تراكمي منطقي لعمل ثوري حقيقي ودي نتائج الليلة نحن بنبدأ فيها يا دوب عشان نصل للتصورات في تفاؤل كبير وأنا متفعلة جدا كلنا متفعلين وأحلم بواقع متغير كبير جدا نعم وأكيد وغوده الأساسي والمواجه الشباب والشابات نعم بالحديث عن مزألة الشباب والشابات يعني الحضور فكرة المقارنات الفئات التي شاركت في هذه الثورات يعني الثورات السابقة مقارثا بالثورة الأخيرة الطلاب النقابات إذا تمثلت مؤخرا في تجمع المهنيين وسابقا في جبهة الهيئات يعني الفوارق وأوجه الشبه أيضا نبدأ منك أنا أفتكر الشبه كبير ليه؟ لأن جبهة الهيئات هي ممكن تكون مجموعة النقابات وتجمع المهنيين هو محاولات تجميع النغابات الشرعية لأنه التمكين أثر كثير جدا على النقابات الحقيقية وعملوا نغابة منشأة وغيروا مستويات العمل النغابي داخل المؤسسات كلها لكن أنا أفتكر النغابات الشرعية التي اجتهدت وتكونت إذا كانت معلمين أو أطباء أو صيادلة أو كل الفئات كانت عندهم قدرة عالية جدا على التنظيم برغم القمع اللي كان حاصل ده تشابه التشابه مشاركة النساء أكتوبر هي نقطة التحول الحقيقية في مشاركة المرأة السودانية في السياسة لأنه اعترف فيها بحقوق النساء بعد ثورة أكتوبر اعترف فيها بمشاركة النساء تمت المشاركة النساء واضربت الأستاذ العظيم ربنا يرحمه أكفر لها محاسن عبدالعال في رجلها رصاص ودي مشاركات كانت ما سهلة فيه نساء كتاب صحيح ما بالعدد الآن ولا بتزخم الآن أنه ده مرتبط بالواقع الاجتماعي بتاعة ثورة ذاته والواقع السياسي بتاعة ثورة ذاته لكن الليلة أن إحنا يعني زي ما قالوا هو يا بنات ثورتنا دي أبقوا السبات ثورتنا دي ثورت بنات ليه؟ لأنه في وعي في وعي في حتى مجتمع المدني السوداني ساهم في التوعية بداية حقوق النساء توعية في مفاهيم العمل السياسي التوعية في أن المجتمع بيقى يقبل مشاركة المرأة السياسية زمان البشاركو نساء شوية جدا قليلات شوية قليلات ذاتها منسبة كبيرة لكن الليلة بتلقى في نساء منظمات في أحزاب نساء منظمات في نغابات نساء منظمات في منظمات مجتمع مدني عندهم أدوار في شبات قادوا الفعل للحراك ده أنا قدامه لا أقف إلا إليلا واحترام نعم لهن التحية جميعا إذن أستاذ حاتم ذات المقارنات على المستوى الفاعلين في الحراك الثوري يعني الشباب هناك زمان نظم أن نسبة كبيرة من هذه الثورة المجيدة أنها ثورة شباب والبعض مضى بعيدا وصور الأمر على أنه ليس صراع سياسي فقط إنما هو صراع جيل ضد جيل آخر ويعني هناك صور مختلفة أخذت عن هذه الفئة التي كانت فاعلة في شارع السوداني الشباب أنا أفتكر جهات في حاجة مهمة أنا أفتكر الإسلاميين ديل والمؤتمر الواطن إذا هزمت المدينة السودانية أنا عندي رأي يعني أنا لا أميل لل يعني ما قاعد أميل لل التصنيف الفئوي للثورات باعتبار شباب كهول المسألة دي مختلفة يعني ما عندي ما أقدر أطرحها أسي وتناولها لكن حاجيك فيه نقطة ثانية المدينة السودانية مش المدينة المدينة السودانية القديمة يعني الليل لو جيتت فتشت عن المظاهرات وقوة وحدتها وقدرة التنظيمية العالية جدا جدا والتنسيق فيها حتيمش تلقى في بوري في العباسية في بيت المال في ودنباوي في الحياة الخرطومية القديمة الحياة المدرمانية القديمة بنفس المستوى بتلقى مثلا في عطبرة بتلقى في الفاشر يعني أنا ما بيتكلم عن المدينة هنا المدينة حاصرة لك في الخرطوم التنظيم بتاع الإسلاميين دا يعني عنده نقصان كبير في خبرات المدينة هم ما عندهم خبرات المدينة الإسلامية الإسلامي دا بيبوه وبدخلوه يعني بنتمي للجبهة الإسلامية ولا بنتمي وطوالي المسقف دا بتجيو حالة كده من من إنه هو زول عالي مهم جدا جدا أول حاجة لأنه بتكرونه شاي الفكر ديني دا خلاص طوالي بخطوك في مصاف الصحابة وبي عنده هول الفكر الحديث دا بجايبه من أبو علي المودود أو من قراياته وكده فطوالي خلاص بيشعر بالتعالي غير إنه التنظيم بتاع الإسلاميين بيصنع كمية من المقلدين للشيخ حسن يعني حتى في طريقة كلامه وكده وهنا فهما الناس دين ما عندهم خبرة مدينة يعني ما تقول لي حتى لو جيت ما تفتشت مثلا الشيخ جهاز الأمن مثلا جهاز الأمن جهاز الأمن ما بتلقفه ولا تخرطهم كتار يعني بتلقاه نقلبه من المناطق في الشمال في وين في وين في وين فالناس دين هزمة خبرة المدينة والمدينة ليه هزمة لأنها المدينة المدينة القديمة دي هي جواها فيش نما المدينة دي بس لما نقول المدينة نفتكر بري بعلاغاتها بالتواصل القديم بينات ناس لا المدينة كجزر للحداثة السودانية المدينة الفيهة في رغجاز المدينة الفيهة الفرق بتاعة الكوري القديمة الفيهة الشبكات الاجتماعية الفيهة التواصل الفيهة كده المنتمية من ناحية التفكيرة لقيم لبرالية أكتر من الغيم بتاعة القيم بتاعة الإسلامية اللبرالية اشنو؟ انا زالت من ما سمعه بيحب اللبرالية عندي مشاكل معاه كثيرة جدا لكن القيم قيم الحداثة بتاعة المدينة السودانية القديمة اللي هي منسجمة مع القيم الثقافية السودانية وعادة توظيفة و يعني ببساطة تقول الثقافة السودانية أهل الإسلامين ديل ما عندهم خبرة بتاعة يعني تنظيم من القامة دا ما عندهم خبرة بتاعة مدينة ممكن تجي تلقى لك مثلا ثلاثة أربعة غازي منو من كده يعني حتى بيجيبون كأنهم ضيكورات أولاد مدينة بتلقى فلان بتلقى فلان بتلقى فلان يعني كان ديل بيكون أولاد المدينة اللي نخرطوا في التنظيم الإسلامي لكن لو مشيت شفتهم بشكل كامل بتلقاهم هم البيئات الاجتماعية الجو منها بيئات ريفية طبعا بالمناسبة البيئات الريفية بتجيب ناس عظيمين جدا المسألة دي هي مسألة تحليل لظاهرة مش أنا من ناحية الأحسن ولا الأسوأ بيتكلم فهم جاين من جاين من بيئات ريفية بسرعة غفزوا شنو غفزوا لعتب بتاع الطبقة كونت سروة كونت مال كونت كده لكن يلا خبرتها في إدارة صراعة كانت بس يعني قايمة على الأدوات بتاعت القمع يعني ما قايمة على أدوات بتاعت التواصل وفهم لميكانيزمات الثقافة السودانية نفسها عشان كده بردلب بتاعات كانت كبيرة جدا وهي بروسس مستمر يعني نحن نجي برضو لنقطة عندها علاقة بالحديث عن جغرافيا هذه الثورة بمعنى أنه إلى أي مدى كلمة هذه المدينة بعد يعني نقش هذه المسألة بعد الفاصل إلى أي مدى يعني هذه المدينة ساهمت في إسقاط النظام من خلال يعني المكون الطبقي الذي فيها بالضبط يعني خلينا شهد النقطة شكرا لك مشاهدين الكرام فاصل ونواصل هذا الحوار خليكم معنا موسيقى 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 مرحبكم من جديد متابعي سودانية 24 الحوار يتصل سياحة في عوالم الثلاث ثورات العظيمة السودانية بهدف إشراك هذا الجيل الجديد لبحث والنظر في الوعي الذي تشكل عن هذه الثورات والوعي الذي شكلته أيضا هذه الثورات معي الأستاذ حاتم الياس المحام والناشط في حول الإنسان ومعي أيضا الأستاذ محمد ياسين النجوم البحث في تاريخ السودان وأيضا الأستاذ تيسير النوران البحث الاجتماعية وتوقفنا أستاذ إلياس فيما يخص جغرافية هذه الثورة الأخيرة التي تحركت منها زعم أنها تحركت من مناطق جغرافية ذات وعي طبقي محدد هل أثر ذلك في تعامل النظام معها وتعاملها مع النظام نحدد أيضا الفروقات التي كانت تعامل معها النظام السابق مع المجتمع والتفرق الطبقية التي كان يمارسها هو يعني كل المدن في السودان يعني الفاشر عبر الدمازين سنجا يعني المدن حتى بربر المدن دي في انتفاضتها ضد الإنغاز هي مش كأنها كانت تستعيد ههوية كمدينة تستعيد هوية مدينة تستعيد ترابط الاجتماعي تستعيد صلطة يعني حتى تسترجع زاكرتها عبر يسترجع زاكرتها زاكرتها النقابية بربر تسترجع زاكرتها الفاشر تسترجع زاكرتها كمدينة تاريخية قديمة جدا قبل أن يهبض عليها يعني قبل أن تهبض عليها المشاكل الأخيرة وتميز الناس على قبائل على مستوى يعني لما مشيت الفاشر زاكرتني المدن المغرب القديم لا تستطيع هناك تميز بين دمين وين جنس وين لذلك أنا قلت بقول أولاد الفاشر أن أكتر ناس يكون مخلوعين من الحصل في دارفورد ناس الفاشر نفسهم لأن الفاشر لا عايش بالزاكرة مدينة وفي مدينة مدينة عريقة المسألة كأن المدن السودانية استعادت هويتها استعادت هويتها هويتها السياسية وهويتها الاجتماعية وهويتها كلها وهي استعادتها لهويتها تستعيد ما كانت عليها الثقافة السودانية ثقافة التسامع ثقافة القبول الآخر ثقافة العميقة السودانية بالتالي هو البعد الطبقي موجود ما في اثنين ثلاثة البعد الطبقي موجود يعني أنا أقدر أقول أن الحصل في السودان لكن هي الطبقة الوسطة السودانية كمان طبقة زي ما يقولها طبقة نصح مع طبقة قديمة هذه طبقة الخليل وطبقة الشعراء وطبقة الحركة الوطنية اللولة وكل المحتوى الثقافي والوجداني والتاريخي موجود داخل الطبقة الوسطى يبقى حصل بالنسبة ليه الكلام أنا قلتك بين في أنه التنظيم بتاع الإسلامين أو الإنغاز الإنغاز يعني فاقد الخبرة المدينة دي فاقدها يعني كأنه يعني انت بتجي مثلا هي لما جاد جاد بمشروع اسمه مشروع الحضاري مشروع الحضاري مشروع الحضاري مشروع الحضاري ده هو كانت يعني محاولة لعادة استياقة المجتمع ده اجدلوجيا من جديد بما يتناسب مع الرؤى بتحت التنظيم وده أكبر خطأ ببعض فيه هم من البداية جوا في خصومه مع المجتمع لكن الإشكال في أنه المكون بتاعهم ذاته المكون التنظيم بتاعهم المكون التنظيم بتاعهم وبالمناسبة أنا أقول كلامي ده هنا وعلى الهواء مباشرة يعني أنا أفتكر أن الإسلاميين فيهوا الناس مميزين جدا وفيهوا الناس مفكرين فيهوا الناس جيدين جدا لكن آلية المال والتمكين ما ساعدت في أنه بروز المستنيرين من الإسلاميين والناس المفكرين والناس الجيدين بحيث أنه يعني يقدروا يعملوا عملية نقضية شاملة لمشروع عنده فظهروا الآخرين فالحصل كالآتي إنه نحن يعني الحصل في السودان ده في الفترة فاتت ده بشكل مختلف كبير جدا يعني فيه كلام بيت قال إنه الصورة بتاعت الشباب في فرنسا يعني ما غيرت نظام لكن خلقت نقلة في مستوى المفاهيم والفكر على مستوى العالم كبير جدا فيه سورات غيرت نظام وغيرت حكومات لكن ما عملت حاجة يعني الربيع العربي ده بالجوط الحول الناس بيطلع بيقول لك الشعب يريد إسقاط النظام هم بس خاتين في باله الرأس الدولة بتاعهم ده يسقط ويرجعوا إيه فرحانين هالسودانين زمان عادة بيطلعوا في مظاهرتهم وبيجي الجيش ينحاز للسلطة بيرجعوا بيوتهم خلاص الصورة دي حصل لها شنو تاني ما أهنا إلا تصد القوة البسيطة لحماية الصورة والتسكير بشعاراته وبأهدافه دي الحلقة الشرية يقوم يجي العسكر تاني تاني الناس تطلع مظاهرات ودارين يزيحوا النظام ويجي تتكرر لكن الحالية مختلف في أن هم مش عايزين يسقطوا النظام ويرجعوا بيوتهم ويدقوا خلاص انتهينا سقطنا النظام لا هم السحارسين أهداف صورة حارسين بأنه يعني الصورة تلعبها دي تتجسد تماما في شكل حياتنا السياسية والاجتماعية والصغافية يعني لا بدنا من قطيعة مع الفات يعني بعد دخل نحن دارين نبقى دولة كويسة دارين نبقى دولة بتحترم حقوق الإنسان دارين نبقى دولة نظيفة دارين نبقى دولة فيها بحث علمي دارين نبقى دولة يعني دولة زي الدول يعني يعني ما تهينا خلاص هل نقدر نقول أنه يعني أستاذ نجون أنه هل كان هناك استعجال في الثورات السابقة في إلى الإسراع في عملية التحول الديمقراطي على المستوى السياسي دون العمل على ترسيخ هذه الدمقراطية على مستوى المؤسسات بمعنى أن هناك يعني يعني ما حدث مثلا في ثوراتنا السابقة حدث في على المستوى الربيع العربي الإسراع إلى العملية الانتخابية الإجرائية دون تهيئة الفضاء العام السياسي والاجتماعي للتغيير الجزري والله فعلا طبعا أكيد جميع النظم الديمقراطية التي غامت في السودان يعني لم يكن لها يعني الفرصة والزمن الكافي لترسيخ بنية الدولة المدنية ذات الأنظمة الغانونية الراسقة والبرلمانية والرغابية والتشريعية الغوية المفوضة من الشعب وبالتالي كان يعني هذه الحلقة الشريرة دائما ما ما تأتي سريعا أعتقد أنه السبب هو كما قلت عدم قدرة الأحزاب السياسية الانفتاح على جميع الطياف الشعب السوداني و المجتمع السوداني المتعدد للعراء والصغافات و عدم قدرته عدم قدرتها عبر جهاز الدولة الانفتاح عالميا المجتمع الدولي وأخذ العون منه والمساعدة التغنية والتمويل المالي الكبير الذي كان بإمكانه أن يعزز شيئا ما في الوضاع الاقتصادية وفي هيكلة الدولة الدولة والخطط الاقتصادية وإنجاحها كما إن وجود اللغوات المسلحة فاعلة في العمل السياسي من خلال اقتراغها بواسط هذه الحزاب أيضا عرغل التجربة الدموغراطية ولم يعطيها زمنا لتعمل في أجواء صحية وبحرية لتستطيع أن تترسخ وتغوي نفسها اجتماعيا وتعرف ما هي ميول الجماهير والمجتمع السوداني بصورة عامة نعم الأحزاب السياسية لا نصدع أن نحملها الأخطاء كلها بسبب أن العالم منفتح منفتح ومعروف هذه الدول في دول العالم الثالث النامية يعني تجد صعوبة شديدة في بناء أنظمتها لأنه العالم لا يعطيها فرصة لأنه متسارع وزيهيمنة وزيسطوة على هذه الدول ولا تستطيع إحداث اقتراق حقيقي لتواكب تطوره ولتواكب موسساته ذات النفوذ الغوية نعم لكن يمكن الاستفادة في هذه الصورة من خلال الجيل المنفتح الذي أحدث الصورة صورة 19 من ديسمبر يمكن أن نستفيد منه ومن إمكانياته وغدراته وانفتاحه العالي والواسع للمجتمع العالمي بسبب توفر ما لم يتوفر في الصورتين السابقتين السابقتين نعم نحن هذه نقطة مهمة متعلقة بالموقف الإقليمي وموقف الدول أثر على التحول على المستوى الداخلي لكن دعونا نقف على حاجة مهمة دائما ما تكون مصاحبة للثورات ليه الشعارات السادة يسير الشعارات في الماضي والشعارات في الحاضر في الثورة الراهنة التي هي قيد الاستمرار وقيد التشكل أيضا هذه الشعارات هي تعبر بطبيعة الحال عن تعبير لغوي ومجازي أحيانا عن المطالب فتحدد طبيعة المطالب على المستوى السياسي حريات عدالة دموقراطية المستوى المعيشي يعني هناك جدل حول يعني يعني ربما ننتمي إلى جيل الحديث ربما يعني لا نعرف من الشعارات التي قامت سابقا والمطالب التي كانت تنطلق منها كويسين وذي ذات سترجعنا لكي نتكلم عن تجربة 85 لأنني أفتكر في المغاربات النصنا نغشنا نغشنا تجربة 64 لكن ما تكلمنا كثيرا عن 85 أنا أفتكر تجربة 85 ذاتة معظروف المعيشية والسياسية والاقتصادية الموجودة في الوقت ذات هي كانت الدافع الرئيس بتخلي الشعارات هي التغيير الاقتصادي كان أساسي جدا كنسة أسار مايو كانت من الشعارات الرئيسية جدا اللي هو في النهاية أنت تقدع على نظام كامل بكل مؤسساته بكل أشخاصه بكل أفراده الفترة الانتغالية وضيقة أنا أفتكر هو الساهم في أن الحلقة الشريرة ترجع من جديد ضيقها أم أيضا طبيعتها كونها هي عسكرية الضيقة بمعنى السنة هي ما أصلا الناس اللي تلزموا بمجلس عسكري مقابلوا مجلس مدني أو مجلس عسكري ومدنيين تنفيذين لكن المدة السنة أنا أفتكر ما كانت كافية عشان تخليك تحول حقيقي في تجربة 85 لكن ده لا ينفي أنه حتى الناس وصلت للانتخابات والانتخابات هي وسيلة من وسائل العمل الديمقراطي لكن الانتخابات خدمت خدمت من أجل حزب محدد غانون الانتخابات تتشكل بالطريقة أنه ساهم في الجبهة الإسلامية القومية تكون مسيطرة على 52 مقعد من المجلس المجلس الوطني في الوقت ده أو مجلس العسكري دي كلها بتحزب أنه الفترات الانتغالية هي فترات التحول الحقيقي ليه؟ لأنه بتتصنع فيها التشريعات بتتوضع فيها التصورات للفترة الجاية بتتغير فيها القوانين المجحفة والناس الرافضين أصلا بتتحقق فيها الشعارات لما أنا تكلم عن حرية سلام وعدالة كويس مدنية دولة مدنية دي شعارات الشعارات دي بتتحقق كيف؟ بتتحقق بإلقاء القوانين المقيدة للحريات بتتحقق بإلقاء الفصلة التعثفي بتتحقق بإعادة المؤسسات لقدرتها والخدمة المدنية لقدرتها في توظيف الإنسان بالكفاءات وليس بالولاء بتجديد أو تغيير طريقة التعيين الولائي أو التعيين المرتبط بالولاء الأثر على الخارجي الأثر على التجارة الأثر على الاقتصاد الأثر على مستويات الدولة المدنية في السودان ومؤسساتها ابقى شعاراتنا نحن بنتكلم عنها عشان ننفذها لازم يكون عندنا تصور لفترة اتقالية واضحة عشان يكون فيها تغيير شامل يقدر الناس تحقق فيها شعارات نعم سيد حاتم مستوى أيضا الشعارات يعني هي الحمولة اللغوية للمطالب وأيضا الرمزية حرية سلام وعدالة مستوى سياسي أيضا مستوى ديمقراطي وعي يتشكل انطلاقا من مستوى معيشي ربما التخوف الذي يحدث هو أن أن تكتفي المسألة على المستوى الاقتصادي مما يعيد المسائل المتعلقة بالحريات أن يكتفي الناس بالتحول على المستوى الاقتصادي دولة الرفاه إلى آخره صحيح هناك أثر لمسألة الحرية على المستوى الاقتصادي لكن أيضا هناك الدول فيها رفاهية اقتصادية لكن فيها استبداد إذن طبيعة هذه الشعارات وتواؤمها دون أن نسمي دولا بعينها الشعارات أنا أفكر الشعارات تحت الصورة كانت ملسيمة جدا مع غاياتها يعني الشعارات بعدها اللطيف في الموضوع أنه ما في شعار هو يعبر ممكن تقول شعار نخبة وفي شعار ممكن يكون شعار عام ساي لا الناس الشعارات كلها تعتبر شعارات يعني في متناول الجميع يعني يعني ممكن تلقى أطفال بيهتفوا ناس كبار بيهتفوا شعار يعني كلها متاح والشعارات المرفوعة عندها غيمتها يعني من بد إحنا مردنا ضد الناس السرق عرقنا ده شعار عنده عنده دلالة الاقتصادية الواضحة اللي هو يستهدف فكرة الفساد سببه عرقنا وحرية سلام وعدالة لغاية من الشعارات اللي بتلقى هناك في حرية سلام وعدالة في ناس بيفتكروا إنه شعار الربيع العربي أبدا ربيع العربي ما عنده ولا الربيع العربي بعريكين تجشعار زي شعار ندي ذات كلهم مرقوا الشعب يريد الشعب يريد الشعب يريد ولما روس النظام سقط اترجعوا تاني ودخلوا في لأنهم أصلا يعني ده ما بتكلم عن تعالي ولا أنا بتكلم عن عدم احترام لتجربة الشعوب بالعكس هي شعوب عظيمة جدا عندها تجربة عظيمة جدا لكن فإدارة الصورات موجود عندنا هنا ودي ما بتكلم أنا بتضخم للآن بتاعتنا السوداني لكن هناك كانت في اشكال هناك كانوا هي موجة من المحاكة يعني انداحت في كل الوطن العربي بالتأكيد هي كانت الصورات حقيقية لكن في النهاية لكن من باب الجدل من باب الجدل أستاذ دلياس إذا كان لدينا هذا الفن لماذا حد اضطررنا إلى أن نحدث ثورة أخرى هي ثورة 19 دسمبر لتصح المسار الذي وقعت في الثورات القديمة مستمرين نحن في الثورة أنا الثورة دسمبر أستي ما بتكلم باعتبار حاجة منجزة لا نحن مستمرين يعني كل يوم مثلا نحن في السودان هو عبارة عن ثورة قد تبدو ما ظاهر لكن يعني داخل اضطررنا نعمل كده نحن ما برهنا نحن في محيط جيو سياس كبير جدا يعني نحن كسودانيين يعني نزوع نتجاه الدموقراطية والحرية لحاجة جنتك لكده كأنها موجودة لكن عندنا محيط جيو سياسي حولنا اللي هو ده ما بيزعرين تكون عندنا دموقراطية ما بيزعرين تكون عندنا دموقراطية وبعدين الكلام ده في السابق لكن حاليا حتى في شراسة يعني في دول يعني في ناس كده خلينا أقول لك بصراحة شايفيننا نناس كده بسيطين وقاعدين عندنا بحر نيل وعندنا أراضي وعندنا يعني يعني يتعامل معنا كدراويش كأننا نحن ما نستحق للسروة فالإشكال وين هو يعني إحنا لو أوجدنا نظام سياسي واجتماعي واقتصادي قوي قوي قادر على إنه يجير السروات ويحوون لرفاهيت الشعب السوداني خلاستاني نحن ما عندنا مشكلة لكن في ناس ما دارين يمكنون في إنه نحن نصل للنقطة لأن تمكننا من إدارة سرواتنا وتمكننا من إدارة أراضينا وتمكننا من إدارة كل إنتاجنا الوطني ده ما بينفع معاون نعم من هذه النقطة أستاذ النجومي يعني انطلاقا من نقطة أستاذ حاتم الياس يبدو إن هناك قوة ربما لا تريد من خلال الكلام ومن خلال الكلام منتشر في السوشال ميديا وغيره ومن خلال ما يحدث في الصراع الجيوسياسي إنه ما دارين نمشي في التحول الدموقراطي لكن هل هذا الخطأ وهذه المسألة متعلقة بإرادة داخلية في البدء أم أنها متعلقة باستسلام كل ويطويل للخارج يعني بمعنى إنه هناك نمازج سقطت في يعني الغول الخارج استطاع أن يسقط وهذه ثورات ويتشضاء الآن في الثورات السابقة السودانية والثورة الحالية نستطيع أن نصل وهل هناك أيضا نصل إلى توافق وطني يمكن أن يقينا شر تدخل الخارج نعم نعم في الحقيقة الدولة تبنى بإرادة شعبها وبوجود عبد اجتماعي غوي وراسخ ووجود مؤسسات غوية وفاعلة غانونية واقتصادية وأجهزة مدنية ذات كفاءة الدولة تبنى بوجود رغبة وإرادة سياسية لمختلف وطياف الشعب السوداني لذلك لا يعني لا يوجد في التاريخ السياسي العالمي الإنساني أن استعانت الدولة بالعالم الخارجي في بناء مؤسساتها وفي تنظيم نفسها وفي تأسيس عقد اجتماعي خاص بها نعم المجتمع الدولي أيضا لديه مصالح اقتصادية ومصالح سياسية وكغيره يريد لشعبه أيضا تحقيق مصالباته وحقوقه الإنسانية والأساسية من خلال العمل بفاعلية مع الدولة السودانية وجماهير الشعب السوداني لتحقيق المنفعة المتبادلة سياسيا أو اقتصاديا ولكن نحن يمكن أن نستعين أن نستعين بالمجتمع الدولي كافة بالأمم المتحدة وبالغوى النافذة العظمى في بناء مؤسساتنا الغانونية في ترسيق نظام اقتصادي غوي فعال يمكن للرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للشعب السوداني وذلك من خلال تبادل المصالح السياسية والاقتصادية بيننا وبينهم وحتى الغانون الدولي العالمي لحوال الإنسان نص على ضرورة العمل المشترك بين جميع الدول لتحقيق مصارحها والتحقيق الأمني والسلام والاستغرار والازدهار العالمي نعم بطبيعة الحالية يكون هذا الكلام وهذا الحديث ربما يعني انطلاقا من يعني احترام للمسارات واحترام للخيارات خيارات الشعوب دون التدخل إذن بطبيعة الحال في خيارات الشعوب أستاذة تيسير هل هناك هل هذا الغول مخيف غول التدخل الخارجي وما السبول للوصول إلى يعني هل انت شايف في توافق وطني يمكن أن يفضي إلى تحول ديمقراطي خصوصا انك ذكرت أن المرحلة الانتقالية هي مرحلة حارجة وهي التي يمكن أن يعني تضع ملامح المستقبل بالتأكيد غول التدخلات الدولية والإغليمية مخيف ما في شك ليه لأنه هو يغير مسارات يأثر يرجح كفة مجموعة على مجموعة أخرى يأثر بشكل مباشر على التصور للقوة الحية الموجودة الآن في الفترة الانتقالية لكن أنا أعتقد أن ماذا في إطارات واضحة توضعت للفترة الانتقالية إذا كان مثق الحرية والتغيير إذا كان الإعلان الدستوري إذا كان التصور اللي ارتضط المجموعات السياسية المختلفة بمختلف مكونات اللي بتكون قوة الحرية والتغيير في أنه تدار دولة سودانية لمدة أربع عوام في تغيير مباشر لاقتصاد سياسة ووضع الاتباعي أنا أفتكر الإطارات الواضحة بتقلل من الخوف من الهجمة الدولية هجمة الدولية طبيعية يعني نحن بنعيش ما في الجزيرة بعذولة مع قوة يغليمية عندها مصالحة عندها مطامعة زي ما قال حاثب نحن دولة عندها موارد كبيرة جدا في آخرين يفتكروا الموارد دي كثيرة علينا ذاتا يجوا وشاركونا فيها ويستفيدوا منها لأنهم يمتلكون من الأموال لكن ما عندهم أراضي ما عندهم موية يجونا يجونا القروش لكن يستفيدوا من واقعنا ولأن السلطات السابقة والفترة السابقة التلاتين سنة دي كرست لاستغلال أراضي السودان للدول البرة أو لدول البؤر الإقليمية المعروفة بالنسبة للناس هي سببت مشكلة الحقيقية في المفاق بالضبط ف إحنا لو مشاين على الجهات الشمالية بنلقى فيه مزارع كتير جدا ولا شرقان إيه تندهش بتفرح بتقول والله فيه زراعة في البلد لكن المحصول ده ما بيخش الخرطوب ما حقتنا ولا حقنا قاعد يضيف عندنا بيطلع بالطيارات بيمشي مناطق دفعين فيها قروش وهما حاجات كثيرة لكن أنا ما ضد أني كن في تعاون دولي بين السودان والدول والأخرى وفق قيمنا وفق مصالح البلد وفق الحسابات التي تجعلنا نقوم لنا دولة حقيقية تدافئ عن السودان كوجود في الوضع الراهن نعم لكن من خلال قراءتكم هل هناك في مسار الذي نراه الآن حاليا مسار العملية التي تتم السلمية في مسار هذه العملية الانتقالية هل هناك في هذه العملية الانتقالية توافق وحدة يقي أن كما سميت يعني أن تتقوى فئة محددة بالخارج لصالح أي يعني أن يتدخر الخارج ويقوي فئة معينة أو نجموعة معينة لصالح مجموعات أخرى هل يصير الأمر باتجاه التوافق بالتأكيد في مخاوف والمخاوف بتنتج من أفعال محددة من تصورات معينة لكن أنا أعتقد أن الموجودين في سودان الآن في إدارة الشأن العام إذا كانت قوى سياسية في قوى الحرية والتغيير أو الحكماء الموجودين الآن اللي بيقدموا فيهم مبادرات مختلفة أو حتى المجلس العسكري هم حريصين تماما على أنه يكون في توافق بنسبة كبيرة جدا عشان نصل بالسودان لبنى الأمان ما عندنا خيار غير ما يكون عندنا توافق نعم ما عندنا خيار أنا داير أقول أن المحيط الغليمي اللي نحن موجودين فيه يعني بالضرورة يكون عنده تدخل ما في اثنين ثلاثة يعني لم نتكلم عن محيط غليمي نتكلم عن دول جارة هي بتبحث برضو عن مصالحها مصالحها في قراراتنا السياسية مصالحها في الاقتصادية ما في مانع أن يكون في تأثير زيدا ما في مانع حتى أن يكون يعني تدخل في مش التدخل الفظ والفجر لكن يعني تحاول تشوف تستكشف وغير السراهن بالمناسبة هي مربج جدا للمخابرات صنع الغرار السياسي في الدول الأغليم أنه يعني ما عندهم قدرة تستبصار واستكشف لواغعنا واغعنا دم فاجئ كل مرة الصورة الحاصلة في السودان والمستمر هي نضجة هي نضجة مش في نصورة وهتاب لكن نضجة في أنه نحن ناس سودانين خلاس فيترو نحن ناس دولة يعني يعني فتيرنا من يعني أنه أفغر دولة في العالم فتيرنا من أنه دولة يعني بكل المسميات فدار ناس دولة تحترم إنسان لده وتحترم نحترم يعني تبقلين وجود سياسي مطمئن يعني نحن نكون قاعدين تحت وجود سياسي مطمئن يعني الإشكال الأساسي هو أنه كنا التدخل الدولي ده موجود التدخل الأوروبي التدخل العربي التدخل الأمريك كله موجود لكن كيف نحن نكون أكثر نفجا في إنه ندعم معه بزكاة بحيس إنه يا أخي يعني الناس تستفيد وتستفيد يعني لكن ما تكسر رقبتنا في إنه نتبن مواقفك الإقليمية زي ما تقول ولا تكسر رقبتنا كده في إنه هنا في حاجة مهمة أنا دار أقول أنا بفتكر إنه في أحزاب الحزبة الشوع زي الحزبة يعني أنا أفتكر إنها تاريخيا كانت بيقولوا إنه مثلا تعامل مع جهات كده لكن أفتكر إنها حزاب يعني الناس لا تستعجل في إنها توجه لها اتهامات أفتكر إنه يعني الحزاب دي عندها حصانة وطنية كافية جدا جدا من إنها تمنع من الإنزلاق في إنها تصبح معبر للتدخل نعم أستاذ حادم يعني معذر المقاطع في نهاية هذه الحلقة الوقت مرة سريع والأجندة كثيرة والحديث زو شجون بطبيعة الحال لكن خلاصات تقينا عدم الوقوع في الأخطاء التي وقعنا في الماضي يعني خطوات يمكن أن يعني صناع القرار الرأي العام يستفيد منها أستاذ قيسير أعتقد إنه نتوافق على أجندة محددة لفترة محددة لتغيير محدد نلتزم به كقوة سياسية ومهنية موجودة نلتزم باتفاقات واضحة مع المجلس العسكري تتحول دولة مدنية لمدة أربع سنوات بشكل مرتب وفق الأسس الموضوعة أصلا في الإطارات المحددة إذا كان مساق الحرية والتغيير إذا كان الإعلان الدستوري كلها أفتكر كوارح لكل الهواجس والخوف من أنه تحصل فشل في الفترة الانتغالية ونبدأ بعد ذلك دي فرصة أنه نبني فيها أحزابنا بدون سجون بدون معتغلات بدون توجه الاتهامات لبعض نقبل العمل المشترك الواضح وأنا مؤمنة تماما أنه كل الأحزاب السودانية الآن على قلب رجل واحد فينا محتاجة لسودان ديمقراطي حر فيه سلام وفيه عدالة وتقيف الحروب ويدعلموا الناس ويتكون حياة اقتصادية سهلة وحياة كريمة بدون أزمات وبدون سرع سيد النجوم ما أخير بإقتصاد لا أعتقد أنه الآن الفرصة السانحة هذه المرة بالذات فرصة كبيرة بسبب الوعي الكبير المتوفر لغادة الصورة من الشباب من الجنسين وهم منفتحين عالميا على الصغافة العالمية وتجربة العالمية ووصائد الإعلامية والتغنية لذلك نستطيع من خلال هذه المعرفة الجيدة والغوية أن نتلافع ما حدث في صورتين السابقتين وكذلك الفرصة السانحة لجميع قياف المجتمع المدني والشعب السوداني والحزاب السياسية لوضع أقد اجتماعي جديد يرسق لتأسيس وبناء دولة مدنية ودمغراطية فاعلة توجد بها ضمانات كافية لحكم الراشد وحكم الغانون وتعزيز واحترام حقوق الإنسان وذلك لا يتم إلا من خلال الاتفاق الشامل بين جميع مقونات المجتمع السوداني ودون إخصاء ودون تمييز وبالاستعانة بالدعم الدولي والإفلاع العالم في المجتمع الدولي نعم سيد حاتم باختصار أنا أفتكر أنه نحن محتاجين لتجربة سودانية خاصة يعني تجربة سودانية بتاعت مصالحة وطنية شاملة يعني نعم مصالحة وطنية على المستوى الفكري وعلى المستوى السياسي ونجيب كلنا باتجاه تجربتنا وباتجاه ماضينا حتى أننا نجي شكرا أستاذ حاتم الياس المحامي والناشط في حق الإنسان وأيضا أشكرك الأستاذ محمد ياسين النجوي باحث في تاريخ السودان والأستاذ الباحث الاجتماعية تيسير النوراني شكرا جزيلا شكرا لكم شكركم أيضا مشاهدين الكرام حتى الملتقى أترككم في أمان الله اشتركوا في القناة